أهلاً بكم أخواني وخواتي الأعزاء الرب يبارككم ويحفظكم تابعونا اليوم الأربعاء الساعة الحادي عشر بتوقيت القاهرة الحلقة 807 في علوم المتافيزيكس الخريطة الأرضية الوعي الأرضي خريطة حياتك السابقة التي تتدخل في تقوية وعيك من أجل الصعود باتجاه الضوء هذه الحلقة معتمدة على الحلقة 806 الحلقة 806 موجودة كاملة في البتيتشوت تحدثنا حول أساسيات تقوية ترددات الوعي بجلسات الطاقة الضوية من أجل تقوية ترددات الإرادة والطموح والذكاء والفرح وغيرها من ترددات الوعي لكن هناك تحدي وهو أنت تعيش في الأرض بالخريطة الأرضية وفي نفس الوقت أنت تريد أن تعيش في تردد الضوء بمعنى طاقة الضوء أو وعي الضوء بمعنى أنت سوف تجد تدخلات من الوعي الأرضي هذه التدخلات من الوعي الأرضي هي تدخلات طاقات الحياة السابقة تدخلات التعاملات والخبرات الأرضية في حياتك فهذه تقلل من قوة صعودك لترددات أو طاقة الضوء مثلاً أنت مجغول بغسيل الملابس أنت مجغول بالتعامل مع الآخرين أنت مجغول بالتحضير الامتحان أفكار تذكرك بحدث حدث قبل أسبوع وقمت بالتفكير به ومراجعة بعض من كلامك في حوار دار مع شخص أو حدث حدثه قبل سنة مرتبط نتيجة الحدث بوضعك الحاضر وأنت تذكرته وندمت على بعض القرارات التي أنت اتخفتها هذه الخريطة الأرضية تؤثر على مستوى أو نسبة صعودك باتجاه الضوء كوز هذا تفكر به وحاول أن تجد الإجابة إلى حين موعد المحاضرة الكوز هو أيف تستطيع الصعود فوق الخريطة الأرضية التي تتدخل في نسبة أو درجة صعودك باتجاه الاتحاد بوعي الضوء أريد فقط أن أكرر من أجل الإجابة على هذا الكوز فنفترض أنت تشاهد أو شاهدت أو حضرت الحلقة 806 تابعونا الرب يبارككم تابعونا 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 تابعونا